قال حدثنا حجاج وحجين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن خاله أبي بردت أنه قال يا رسول الله إن عجلنا شات لحمين لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الصلاة قلت نعم قال تلك شات لحمين قال يا رسول الله إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة قال تجزئوا عنه ولا تجزئوا عن أحد بعده قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابير بن عبد الله عن أبي بردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول ليجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن يحدث سليمان ثم أقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله عز وجل كذا قال لنا فيه قال أبي وأنا أذهب إليه يعني الحديث يعني حديث أبي بردت ابن نيار قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحريث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردت ابن نيار الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله عز وجل قال حدثنا سويد بن عمر الكلبي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع أو أبي جميع عن خاله أبي بردت ابن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طعاما فأدخل يده فيه فرأى غير ذلك فقال ليس منا من غشنا قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حريثة عن أبي بردت ابن نيار قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أطحيتي فذبحتها وصنعت منها طعاما قال لما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعامين قد فرغ منه فقلت أن هذا قالت أطحية كذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدع إذا جئت قال فقلت لها والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالا ليست بشيء منذبح قبل أن نفرغ من نس كناف ليس بشيء فضحي قال فاتمست مسنة مسنة فلم أجدها قال فجئته فقلت والله يا رسول الله لقد اتمست مسنة فما وجدتها قال فاتمس جذعا من أضعني فضحي به قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذعي من أضعني فضحي به حيث لم يجد المسنة قال حدثنا عبد الله المقرئ قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكيري بن عبد الله بن الأشجي عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمني بن جابيري بن عبد الله عن أبي بردتا بن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليجلد فوق عشرة أسوات فيما دون حد من حدود الله عز وجل كذا قال لنا لم يقل عن أبيه دون حدود الله عن ل determinant